منذ أيام قليلة صرح رئيس الجمهورية قيس سعيد بصريح العبارة التطبيع خيالة عظمة وزير السياحة التونسي رينيت رابلسي قام مؤخرا بتصريح أثار عديد ردود الأفعال في تونس صرح بأن اليهود تونسيين الذين اختاروا بمحظ إرادتهم الصفر إلى الكيان الصهيوني والاستيطان هناك صرح بأنه من حقهم الحصول على جواز صفر تونسي وكذلك الجنسية التونسية هناك من اعتبر بأن هذا نوع من أنواع التطبيع وهناك من قبل بهذا التصريح وقال بأن هؤلاء تونسيين رأي الشارع التونسي في هذا الأمر تابعونا وزير السياحة التونسي رينيت رابلسي قال اليهود من أصل التونسي لهيجروا وللكيان الصهيوني وستوطنوا غاديكا قال من حقهم نعطيهم جوازات الصفر التونسية والجنسية التونسية باعتبارهم من أصول تونسي أنت كمواطنة تونسية ما رأيته؟ أنا معناتها نراها هذه حاجة مسم السيدة الوطنية وأحنا ضد التطبيع مع إسرائيل والتطبيع هو أخيان عظمى أخيان عظمى أخيان عظمى كما قال رئيس قيسس عيد ومعناتها عليش هو يحيد على الموضوع؟ أحنا حتينه نزير بش كامل المندهام تاعه ويخدم السياحة تونسية هذي حاجة منتصور هيشنا تنفع السياحة تونسية والحاج متاع اليهود مش يدخل لنا برشا فلوس وأصلا الشعب التونسي ما عاش ثقة عنده ثقة في قرارات وزير السياحة والدليل الفشل الكبير اللي صار آخر مرة واللي كلف الدولة تونسية برشا فلوس واللي كلف وزارة السياحة برشا فلوس اليهود تونسة يبقوا تونسة كما الدواعش تونسة اللي يحبوا يرجعوهم ولذي الفوفير لبردشوس يعني الناس اللي ربما يكونوا مسالمين واحد نرفضوهم على خاطر الكيان الصهيوني الارك هم تونسة إذا كان أصفحوا في امتلاو قالوا لي هم من يعني ينتموا للوطن هضموا قدرين بش يتعايشوا معنا وربما ينفعوا الاقتصاد التونسي سوى على المدى القريب أو البعيد علاش لا أما إذا كان بش يجوب العقلية الصهيونية فهذا مرفوض والله أنا عالش من هذا يوهمش هم تونسة ومولودين في تونس معناها التونسي مولود في فرنسا كي تعطيه فرنسا الجنسية الفرنساوية وهو تونسي ونقول لها ليه ما نقول لها ليه هو تونسي يحمل جاوال صبر تونسي ومولود في تونس بالنسبة للديانة الناس كون يعيشوا مع بعضنا كيمة الديانة اليهودية والمسلمين والأقباط كون يعيشوا مع بعضنا حتى رسول الله سبحانه سلم عاشرهم وعيشنا مع بعضهم وجيران نواح كيف هو المشكل؟ تيب العكس كي رجعوهم هم هنا ونعطوهم وجيونا رجال أعمال اليهود والفرنسي طيب نادل تتحسن سيرونيت رابلس يعرف جيدا أنه أي مواطن ياخذ الجنسية الإسرائيلية إذن يصبح جندي إسرائيلي يعني من غير المعقول أنه يهودي عنده جنسية إسرائيلية نمنحوه جنسية تونسية هذه بصراحة بدعة وهذه فضيحة وهذه نور ملمو كان كنا في دولة تحترم نفسها رونيت رابلسي على الفور تم إقالته وتم حاسبته أيضا حتى يكون عبر الغيرو لأنه لعب يعني بأطفال غزة وغيرها يعني ماهوش سهل ونعلموا أيضا أنه اليهود رغم موجودين في تونس وموجودين في كل ترابل تونس ولكن لا يحملون الجنسية الإسرائيلية التهنية بالتهاني والتهنيات لكل تونسي أن يذهب إلى إسرائيل ويأخذ جنسية إسرائيلية وله الحق في جنسية تونسية لأن العلاقة الطيبة والعلاقة الإنسانية تجعل وحدة وتواحد ما بين الجمهورية التونسية وإسرائيل أنا معترض هو أنه يكون وزير سياحة الساعة أولا ما عندوش مستوي فهمتني وثانيا ما عندوش حتى كاريزما متاع وزير وثالثا هو أنه ينجم يكون مع تونس وينجم يكون ضد تونس ولذا مدام ثم الشك فهمت في المكان ما يصلحلوش قبل رونية ترابلسي أول نحن ديما نحن كاتوينسا شكونا نقوله شي ليس سيدي محرز أول سيدي محرز ابن خلف حماع اليهود معنا من أول الدنيا وما دامهم عاشوا معنا هو قصده على اليهود 45 اللي عاشوا في تونس يعطيهم مش مثلا بغت كما نقوله الصهاينة ولا حاجة على اليهود اللي في فلسطين اللي عاشوا في تونس اللي هون عندهم أصول تونسية من حقهم يزيد بشيخ بطو أنت معنا انسان وصول يهودية على الرأس والعين مرحبا بي كل شي وإحنا معنا حتى حاجز ومعنا حتى منع بش أخوة يعطيك الصحة بلد يؤمن بالاختلاب بالتنوع بكل شي بارك نعيشه تحت غطاء في كنف الاحترام وكل شي أما الأشياء ذي رهي معتادة معتادة كانت معناتها بالحق معناتها اليوم نعمله حاجة وبعد نقوله كيف يشكل لا هو ذكاء معروف على الشحط فلذلك السؤالة ذاية سمحني أنا باش نقول اليوم في تونس ونعيشه في عالم الاستغراب ونحن كما نقوله متحملين ذلك لهو الإنسان البسيط اليوم دولة قاعدة تلعب في معمع كبيرة قاعد كما نقوله حكايات كبيرة ولكن التونسي قاعد هاوكا ماشي وكهوية يشرب ويسكت يلزم نحن سدي ضد التطبيع مع إسرائيل أولا وثانيا اليهود اللي عندنا هنا في جيربان هم التوانس التوانس القانون يتبق عليه كتونسي على متعة تونسية مثلا هو هذا التصريح خطير خطير جدا لأن مع أنت قانون الجنسية في تونس حتما لم يغفل مسألة مهمة هو أن الجنسية تعطى لكل مواطن يؤدي واجبه العسكري وجماعته لا يؤدون واجبهم العسكري في تونس وعلى هذا الأساس انطلاق من القانون الذي انطلاق منه هو يتكلم فلا يجوز أن يتمتعوا به الجنسية التونسية والله لو كان عطوه جواز سفر تونسية لك مدام الزواري محمد الزواري لكن الكلام المتاعنا ربما يكون فيه نوع من الإيجابية لكلام سيطرابلسي لكن عليه هو بيأنه تونسي يهودي منتشرفوا به لكن يجزم يعطي الحق للتونسي المسلم والتونسي اليهودي ما شو واحد نطلبوله الجنسية باش يجي يزور الغريبة وواحدة اللي هي فلسطينية تونسية عربية مسلمة اللي هي مستقرة بتونس منذ خمسة سنوات أو أكثر وميجود تطلب الجنسية إلى حد الآن معطوهاش مواطنين إسرائيليين هم الآن من أصول تونسية حسب رأيك أنت كمواطن تونسي نعطوهم الجنسية التونسية وجوز سفر تونسي نعطيهم الجنسية التونسية ويعيشوا ويخدموا ودوروا الاقتصاد هم عايشين في الكيين الصهيوني طاوديج ويخدموا الروحة والعالم أجمعه يرتبطوا ببعضها فهمتني بخاطر اليهود منسوبين على الاقتصاد يخدموا فلسطين كانت قحلة قحلة وقت ندخلها إسرائيل ولا الجر ولا غلّة ولا الخير كنت تنبفه اليهود بنسبة ليهود إخواتنا يعني اللي يسكنوا في تونس لنا من قديم الزمان هذوكم مواطنين توينسوا عندهم الجنسية ويتمطعوا بجميع حقوقهم توينسهم إسرائيل تطبيع مع إسرائيل شرعا حتى رب تيجي تلو في أخيانا في فلسطين وفي الغزة وشنو الحاجة نبام إحنا كإسرائيل هنا شنو الحاجة نبي إسرائيل يعني بشي لنا هنا مش مش عمل لي هنا مش مش عمل لي معا مش خدمنا مش يخدمنا مش يجوز سلاحنا لهنا يلزم القضاء على هذه التطبيع وكل ما يعمل تطبيع مع إسرائيل يلقى جزاه يمشي الحبس لا مهوش تطبيع هذا مهوش تطبيع أنا واحد من الناس كمواطن تونسي وكم مجتمع مدني أنا مأيدهم مهوش تطبيع خلينينا ننقضوا بلادنا شنو المشكل تعالى ناس تعالى ما يتعاملوش مع اليهود ما يتعاملوش شنو الفرق بين اليهودي وبين النسيحي تعالى سهم يعيشوا في العالم الكل هما تعالى متزوجين منهم متزوجين مننا تعالى شنو الفرق حقيقة أنا أقول هذه هي يعني تعينات يعني تعينات هامشية تعينات عشوائية لا تحترم إرادة الشعب التونسي ورغم ذلك يعني سيوسف شاهد ورئيس الدولة اللي يقول راهي جريمة التطبيع والخيانة يعتبرها رأوا الصمت على وزير يقول كلامة ذا بصراحة رايز ذيحة للدولة التونسية يعني هو وزير رازلة ذا كما نقوله زيد مستوى الثقافي المحدود اللي نعرفوه الناس كل بالطبيعة كيقول أي تصريح ما نستغربوش منه خطر تصريح من إنسان جاهل كان جاء إنسان عنده وعي يهودي عنده وعي يحترمنا نحنا ويحترم يعني التونسة نحنا شنو إسرائيل دولة مختصبة واللي مش يعيش في دولة مختصبة إنسان مختصبة ما نتشرفش به مش نعطيه باسبوري أنا مختصب خوية ولد عمي وأصلي فهمت يعني هذا موضوع بصراحة يعني واللي يسمعوا فيه وردت الفعل متاع الناس الشعبوية هزت للناس ميخزروس للأشياء بعمق كي تخزر الأشياء بعمق وبكل تريث تناقشها بكل تريث بغير نرفزة ما عندوش مستوى ثقافي يجي على بره يجي المؤهل اللي غير منه بالحق اليوم يعيش في دوامة تونسي قاعدين متحمل برشة برشة بالحق حكيات اللي احنا لطاح لدزوها عنا فيها عنا فيها سلطة روني ترابلسي بالنسبة لي من اللي تشاد من اللي قال ورا هو بتكلف بيوزارة السياحة سمحني معنتها من كفاءات الكل حاطين كيروني بتابعة الحارة وعندو لغرز معين لغاية معينة ولهدف معين وثم هنا وصلنا للهدف وهو تكشوف قدام الناس الكل هل تعتبر هذا انت انتي كمواطن تونسي نوع من التطبيق وفي نفس الوقت النجمو نقولو نوع من الخبث فم خباثة قد يصارحنا يقولوا تقولي هكا وهكا عطيني شنو مشروعك انتي قبل ما تشدنا الوزارة عطيني شنو وحنا الشعب اللي انفوضوا لاننا احنا عنا من خيرة الشباب من خيرة الكفاءات من خيرة كذا وبلخص وزارة السياحة لانها وزارة حساسة ماك تعرف احنا شنعبوا على الميزانية الاقتصادية متع تونس ايجالي بالسياحة وكل شي هو راهو تخل الغرز معين غرز ماهتمش بالاشياء ذو ما لأ عنده حكايات اخرى وهذه باش نأكد لك اللي فما علاقات كبيرة قاعدة تسيد وتجول في البلاد هو مش ودولة صعب هو وزير هو ليس له قرارات القرارات هذه ترجع للشعب فمدي وترجع للبرلمان وترجع للقانون فمدي مش على كيف وهو يصرح فمدي لا تونس مش تكية تونس مش يزريبة نقول له تونس دولة منذ 3500 سنة